من موسكو ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أديب السيد أستاذ أديب السيد حياك الله في قناة المملكة عندما نسمع في هذه الأرقام واحتجاجات مناصرة لهذا المعارض الروسي هل أسمع صوته؟ هل نجح في إسماع صوته؟ بداية تحية لكم سيدتي ولمشاهديكم حقيقة ما جرى اليوم أولا هناك تهويل في عدد المشاركين في التظاهرات في موسكو هم لم يبلغ عددهم بالتأكيد 40 ألفا حسب رواية وزارة الداخلية الروسية يعني تراوى عددهم بين 4 ألاف إلى 5 ألاف حتى وإن كان العدد أعلى من هذا فالسلطة بالحقيقة لا تحاول أن تعطي هذه التظاهرات قيمة أكثر مما هي عليه لأنها كانت متوقعة ولا سيمة وإن روسيا تتهم دواء الغربية بأنها تحاول إصارة اضطرابات في روسيا بعد أن هدأت الأوضاع نسبيا في الولايات المتحدة الأمريكية والدلالة على ذلك بالحقيقة جاءت المعلومات التي بثتها سفارة الروات من تحت الأمريكية في مور الإنفكسوني والذي يعني أعطى مؤشرا لسلطات الروسية أن السفارة الأمريكية تتدخل في الشؤون الداخلية عموما وعدت السلطات الروسية بالرد على هذه الاحتجاجات ولكن على هذا أتبا ردا على سؤالك حول إذا كانت السلطات قد أنصتت أوصلت المعارضة الليبرالية يعني صوتها إلى السلطات يعني بالحقيقة هناك أشرائح واسعة من المعارضة في روسيا أقلها شأنا بالحقيقة هي المعارضة الليبرالية فكما تعلمين هناك معارضة يسرية قوية في روسيا ممثلة في البرلمان وهناك معارضة قوية أيضا ممثلة في البرلمان ولكن الأحزاب الليبرالية على اجتماعها وبكل إكتماعية لم تحصل في الانتخابات البرلمانية السابقة على أكثر من ثلاثة ونصف بالمئة من الأصوات بعيدا عن الأرقام أستاذ أديب السيد عندما نتحدث بأنه كما قلت بأن الصوت الرسمي الروسي لا يعطي قيمة لهذه الاحتجاجات والدليل بأنه تحدثوا عن بأنه كانت الاعتقالات أو ربما الاحتجاجات أعدادها أربعة ألاف بينما الوكالات الدولية جميعها قالت أو الأغلب قال بأنه حجم الاحتجاجات وصل أو ناهز الأربعين ألف أين صوت الحرية والتعبير إذن حتى لو كان أربع ألاف أو حتى لو كان أربعين ألف لماذا هذه الاعتقالات غير نفالني هناك اعتقالات كبيرة بحجم من يعبرون بحرية عن أرائهم حسناً بجانب ما ذكرته حضرتك حول حرية التعبير على الرأي هناك أيضاً قوانين تسنها الدولة ويجب التمسك بها أولاً روسيا تعاني من تفشي لفيروس كوفيد 19 وبالتالي هناك بالحقيقة حظر على الترمعات الجماهيرية والتي تساعد في تفشي هذا المرض هذا أولاً ثانياً إن كافة هذه الفعاليات التي حصلت اليوم سواء في موسكو أو في المدن الروسية الأخرى لم تكن مرخصة إذن هي بالتالي تنافي القانون وتشكل انتهاكاً للتشريعات الروسية وكان يتوجب على الأحزاب المعارضة يعني على نفالني وجماعته الحصول على ترخيص من أجل تنظيم هذه الفعاليات الأمر الثالث وهو الأمر المثير للشكوك أنه بمجرد أن عاد نفالني من ألمانيا وتم اعتقاله لأنه أو بتهمت بالحقيقة عدم التزامه بشروط الإفراج المشروط لأنه سبق وانحكم عليه باستجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وكان من المفترض عليه أن يراجع دوائر الأمن مرتين في الشهر هو لم يلتزم بهذا الأمر ولذلك جاء إيقافه بعد عودته من ألمانيا يعني كإجراء مشروع تتيحه الكوانين الروسية ولكن ما أثار الغيظ هنا في موسكو هو أنه تم نشر فيلم تزيد مدته عن ساعة فيلم الفيديو الطبيعي تحت عنوان قصر بوتين يعني الرئاسة الروسية وصفت بهذا الفيلم بأنه مختلق تماما وينافي كل الوقائع وأنه لا علاقة لبوتين بهذا القصر وبكل المعلومات الواردة في هذا الفيلم هناك شكوك روسية بأن دوائر غربية كانت وراء تأليف هذه القصة وبالتالي تعمد نشرها في روسيا مع بداية أو بالتزامن مع عودة نفالني مما أثار قلقا أو غيظا لدى السلطات الروسية التي ترى وكانت تتحسب لأن الدوائر الغربية سوف تقوم بتصعيد تدخلها في الشؤون الروسية صحيح أن بعض مطالب الشارع الروسية ربما تكون محقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ولكن ما يجري حقيقة هو أن السلطات الروسية تحاول جهدها بشكل كامل من أجل الوفاء بكافة التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية وتأمين ما تستطيع من الظروف الإنسانية والاجتماعية خاصة في ظل تفشي فيروس كوفيد 19 كيف تحتوي السلطات الروسية ما يجري في الشارع الروسي هذا الاحتقان الذي يوجد في الشارع الروسي بصرف النظر عن الأرقام بأربع آلاف أو أربعين ألف لنقل لكن عندما يأتي هذا الرقم في الشارع الروسي محتقنا مطالبا وقلت بأن بعض المطالبات لربما تكون صحيحة ولكن خرج واعتبر نفالني هو رمزية لمجموعة من المشاكل ألا يجب أن يكون حريا بالسلطات الروسية الاحتواء الفكري بدل هذا الاحتواء الأمني والعسكري هذه ليست أول مرة تشهد فيها موسكو والمدن الروسية احتجاجات من الجماعات الليبرالية ثم يجب أن تراعي وأن تأخذي في عين الاعتبار أن المجتمع الروسي الذي عانى الأمرين في ففة التسعينات وبداية الألفية الثالثة من الثورة الليبرالية التي وقعت في روسيا والتي أدت إلى حصول فقر مدكع بين أشراء الاجتماعية وأقصد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وحالة الظل والهوانة التي يعانى منها الروس تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 أو 20 عاما وليس أكثر فبالتالي بالحقيقة هذه الشريحة ليست قادرة على خلق واقع سياسي وليست قادرة أيضا على إحداث تغيير ولكن يتوجب علي القول أن السلطات الروسية تتابع باهتمام كبير ما يجري في الشارع وليس فقط على الصعيد الأمني الإجراءات الأمنية كان هدفها بالدرجة الأولى الحيلولة دون وقوع استفزازات ربما تؤدي إلى حوادث ذات طابع دموي أو شيء من هذا القبيل أو صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين فبالتالي الوجود الأمني كان مبررا والوضع كان يستدعي ذلك ولكن دعيني فقط أذكر أن في عام 2012 كانت التظاهرات أكثر شدة وأكثر بأسا وكان هناك صدامات ما بين قوات الأمن والمتظاهرين وبالتالي انتهت إلى لا شيء إذا كان نفاني والقوة الليبرالية يعتقدون أن وراءهم قوة وشرائح اجتماعية مؤثرة فالعام القادم سيشهد انتخابات برلمانية في روسيا وبإمكانهم الدخول إلى ساحة المعترك الانتخابي ولكن بالحقيقة الشعب الروسي لم يفهم أو دعيني أقول أن القوة الليبرالية لم تستطع حتى الآن على اختلاف مشاربها أن توجه خطابا واعيا يلامس مشاعر الشارع الروسي واهتماماته وهمومه وبالتالي كانت على الدوام تفشل في الحصول أو حتى في الحصول على نسبة تؤهلها بتخطي العتبة البرلمانية من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أديب السيد شكرا جزيلا لحضرتك